أستاذ عصام أستاذ عصام عليكم أستاذ عصام تفضل أستاذ عصام والله دكتور عمر سؤال بس بالنسبة للمراس تفضل أنا والدي توفى وصاب لنا منزل في المنوفية طيب وأنا لدي ثلاث إخوات خيري أنا أنت أولاده بنتين وولديه طيب يبقى أنتو كده يبقى كده بنتين وولدين غيرك ولا أنتو كلكم على بعض بنتين وولدين لا إحنا الأربعة إحنا الأربعة بنتين وولديه طيب طيب بنتو عملتو تفضل أنا أقول لحضرتك في ولد وابنت توفوا قبل الوالد طيب وفي بنت توفت بعد الوالد طيب والبنت دي كانت متجوزة بس ما خلفتش طيب الحكم الشرعي بالنسبة للخزيع المراسة يبقى زي لما نديه البيت طيب أولا بس عشان نكون واضحين لازم ببساطة خالص يبقى عندنا حكتين إحنا عندنا قانون اسمه قانون الوصية الواجبة وهذا هو الاختيار في الفتوى اللي مات مورسهم وهو الأصل عيش يبقى ياخدوا حاجة سمعه الوصية الواجبة وهو نصيب الفرع الوارث ده أو التلت أيهما أقل الأمر التاني اللي توفت بعد والدها هي كانت مستحقة للمراس يبقى عندنا قاعدتين هم بقولهم لحضرتك عشان المسائل تبقى واضحة لإن إيه اللي حاصل في قضايا المراس برضو أنا عايز بس المفتي كمان يبقى مركز شوية قضايا المراس في الغالب بتبقى قضايا فيها احتمالية المنازعات فبتبقى أنت محتاج إيه محتاج إعلام الوراثة بتبقى فعندك إعلام الوراثة ليه لإن ده إثبات إن ما فيش ورثة تاني غير اللي موجودين دول إن بتبقى فيها شهادة وفيها حاجات كثيرة إن الورثة دولة هم الورثة الشرعيين بس لكن القاعدتين اللي بتحكم المسألة اللي عرضتها علي يا أستاذ عصام حكتين إن أولاد الفرع الورث الذي مات في حياتي أصله هياخدوا حاجة اسمها الوصية الواجبة والوصية الواجبة بتبقى إيه نصيب ذلك الفرع أو التلت أيهم أقل يعني نصيب أبوهم أو التلت أيهم أقل طيب وعشان فيه ولدين هيبقى إحنا عندنا وفيه ولد وبنتين تاني فإحنا عندنا في الغالب هيكونوا نصيب أبوهم إحنا عندنا ولدين وبنتين فالبنتين دولة هياخدوا للذكر مثل حظ الأنسين فهو في الغالب التلت ونصيب أبوهم هيكون واحد إذا كان زي ما أنا سمعت إن فيه ولدين يبقى ولدين إنت ولد تاني وبنتين يبقى كده هيبقى نصيب أبوهم أو التلت أيهم أقل القاعدة التانية في مسألة المراس إن لتوفد بعد وفاة والدها حتى لو إن إحنا ما كناش أعطناها المراس هي ورثت لإن شرط المراس هو إيه شرط المراس ماذا؟ أن تكون هناك تارك ثم وفاة المورس وحياة الورث فأختك دي ساعة وفاة والدها كانت كانت على قيد الحياة بدل هي على قيد الحياة يبقى استحقت المراس يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى من عملهاش من عملش أولادها زي أولاد الفرع الورث اللي توفي لا ده هي هتورث ثم مراسها لإن بعض الناس بيبقى عندهم مشكلة إن البنت دي ورثت ثم بعد أن توفيت المراس ده هيروح لمين؟ هيروح لزوجها لو كان موجود فهم يقولوا لا ده ما يرسل إنه مش من برى العيلة لا لأنها أصبحت وارثة لأنها كانت على قيد الحياة حال وفاة المورس وهو الوالد يبقى هي أصبحت وارثة لكن في الناحية التانية أولاد الفرع الوارث اللي مات في حياة مورسه هيبقى إيه اللي يحصل؟ هيحصله على الوصية الواجبة ده مهم جداً مع وجود إعلام الوراثة عشان نبتعد كل الابتعاد على إن إحنا نفتي في مسائل فيها منازعات وإحنا ما عندناش كل الوثائق